الموديفايد بني مومنت دياجرام أو سعب نسميه ديسبليزد بني مومنت دياجرام الموديفايد أو ديسبليز بني مومنت دياجرام ده مقصود بيه المرسوم دائرت على أسياخ الحديد يعني إيه؟ يعني معنى صاحي كده لما تيجي تفكر لو إحنا عندنا الكاميرا زي دي الطبيعي دلوقتي إن الشروخ اللي عند الماكسيمون مومنت اللي في المثال ده مثلا في النص بتبقى زويتها في حدود كم درجة مع الأفقي في حدود 90 درجة طيب فاكين عند العمود لو تفتكر اللي هو مفروض عند النقطة دي مفروض ساعتها الشروخ دي بتعتشير فاكر ساعتها كان بيبقى ساعتها الشرخ زويته كم درجة مع الأفقي 45 درجة طيب وهنطلع كده بمعلومة إيه هي؟ إن دايما ميل كل الشروخ اللي موجود عندنا في الكاميرات زويت الميل هتتراح من كام لكم دايما من 45 لتسعين درجة طيب في الكود تطلع كده إن هنعتبر إن كل زوايا الشروخ عندنا رقم in between لتنين ما هواش average لكن in between لتنين بيتخب كام في حدود ستين درجة مع الأفقي فبعد كده لما نتكلم دايما على ميل الشرخ مع الأفقي بتعتبر زويته الأفرج في حدود كام ستين درجة طيب ستين درجة دي تقدر تحسب لي المسافة الأفقية من النقطة اللي عند السنتر لاين لحد نهاية الشرخ اللي هي مسافة دي دي بنسميها عندنا اكس نقدر نحسبها زي؟ زي ما قولنا زويت ميل الشرخ مع الأفقي قد إيه ستين درجة طب المسافة الرأسية اللي هي مفروض من هنا لهنا بكام بيجي مفروض تي على تنين كان قلنا اللي احنا بنعتبرها قد إيه دي على تنين كان في القمراء بيعتبر نكوفر مش شغال طب المسافة الأفقية للاكس يتجاب إزاي؟ طبعا في واضح كده إنها تبقى تان ستين بتسوي كام دي على تنين على اكس طيب لو أنا لوقتي طلعت الاكس فوق ونزلت التان ستين لتحت يبقى ساعة الاكس بتسوي كام دي على تنين على تان ستين اللي هي تطلع بكام في الآخر في حدود point 3D يبقى إحنا كده عايزين بس نعرف مسافة مهمة كده المسافة الأفقية خبالك دي أفقية من انتفقنا النقطة لعند السنتر لاين لحد آخر نقطة في الشرخ عندنا مسافة بكام point 3D اللي هي الاكس طيب كزا معلومة لازم نعرفينهم عشان كل دي نعرف نحسب اول حاجة لو تفتكر العزم الأصلي او المومنت اللي احنا بنرسمه دا منتوسكيل دوت ده مفروب يأثر عندنا فين عند بتاع الكاميرا مش على اسيخ الحديد يعني مثلا لو انت كنت رسم فاكين قولنا السبع ممسات المومنت دا مرسوم فين على الخط دا بالزبط على السنتر لاين مش على اسيخ الحديد دي او معلومة تاني معلومة عندنا خب بالك كده احنا زي ما قولنا بنعتبر ان كل زوايا الشروخ عندنا عشان نعرف نحسب بس ميلها في حدوك كم درجة مع الافقيه ستين درجة طيب ستين درجة دي يمين ولا شمال والله حسب احنا زي ما تفنا قولنا عندنا النقطة الماكسمام زاوت ميل الشرخ كم درجة تسعين درجة ماشي كده طيب يبقى مفروض ساعاتها داية شفت عندنا تفانة بوين سريد دي من ناحية الشمال يعني يبقى زاوته ستين درجة من ناحية دي والناحية التانية برضو شفت بوين سريد دي من ناحية اليمين عشان برو زيوته ستين درجة. يبقى خبلك وضحنا المفروض ساعتا يبقى مسافة بوينت سريت دي هنا و بوينت سريت دي هنا. طيب حاجة تلتة برضو ايه هي كل النقط الوقع على نفس الشرخ اكيد عليها نفس المومنت. ما انتم تيه تفكر كده. لو المومنت دلوقتي خالى الخرصانة هنا مسلا تشرخ كان مسلا قيمة المومنت عشرين. اكيد يبقى المومنت هنا بكام برضو عشرين وهنا مومنت بعشرين. ده ده المومنت للشرخ الخرصانة كلها. يبقى كل نقطة الوقع على نفس الشرخ عندنا تفنع عليها نفس المومنت. طيب اللي هي مسافة من هنا اللي هي افقها كانت كام بوينت سري دي. طيب تعالى بقى كده انا حسابها واحدة واحدة. دلوقتي من المعلومات اللي احنا عرفناها هي. تخلى احنا جينا في اللوحة. رسمنا الكاميرا طبعا اللي قدامي ده جزء بس من الكاميرا. طيب ماشي. طيب بالزبط. طيب حاليا دلوقتي يفاكين قلنا المسافة هنا. اللي هي من هنا الهنا في حدود كام? ليه تقريبا دي على اتنين? اوكي? طب انا اللي وقت رسمت الدييتم ورسمت البن المومنت وسكيل بالسبع ممسات. حاليا البن المرسوم قدامي ده. مرسوم على ان يخطف الكاميرا. مرسوم عند اسياخ الحديد ولا عند السنتالاين? زي ما قلنا مرسوم طبعا فين? عند السنتالاين. طيب. تخيل كده لو احنا عندنا نقطة عند السنتالاين موجودة هنا. واحنا عايزين نجيب من رسمة المومنت عليها كام بالزبط. هعمل ايه? طبعا هنزل رأسي. اوكي? وبعد كده المسافة دي اعرف المومنت عندي بكم بالزبط لان انا قريدي رسم توسكيل ولا لا. سيه مسلا المومنت عندنا انطلع بعشرين. طب يبقى المومنت عند النقطة السنتالاين هنا كان بعشرين. طب نقطة الحديد اللي تحتيها المومنت عليها بعشرين? لا طبعا انهي نقطة حديد ساعتها المومنت عليها هيبقى بالعشرين. نقطة الحديد اللي واقع مع النقطة دي على نفس الشرخ اللي هي مسافة الافقية بينهم كام زي ما اتفقنا بوينت سري دي. يبقى واضح دلوقتي ان لو احنا عايزين نحسب البن عند السياخ الحديد مش عند السنتالاين. المومنت اللي مرسوم قدامي هنا ده بتاع السنتالاين. يبقى كان مرفوض الصح ان انا اعمل ايه لو تفتكر. اجي من عند نقطة الحديد انزل رأسي وبعد كده ارجع اشفت افق مسافة كام بوينت سري دي. اعرف ساعتها المومنت عندنا هنا بكام. طيب نقطة الحديد اللي هنا عشان اجيب المومنت عليها بالزبط. انا هعمل ايه? هنزل رأسي وارجع امشي افقي قد ايه? عشان عرف اجيب برضو مومنت عند الحديد بكام. النقطة دي نفس الكلام هنزل رأسي وارجع امشي افقي قد ايه بوينت سري دي. طيب وليه كده ما احنا عندنا الطريقة اسهل بكتير? لو حصل دلوقتي وانا خارت كيرف الاصلي ده. اللي هو بتاع البن مومنت على السنتالاين. شفت افقي. افقي خبالك. مسافة افقية بوينت سري دي. مش يبقى المومنت الجديد اللي اترسم ده. ده المومنت اللي بيأثر داريكت على اسياخ الحديد. اقدر ساعتها اي نقطة عندنا عند الحديد انزل رأسي. احسب قيمة المومنت هنا تبقى بكام ولا لأ? ماشي كده? فخبالك يبقى عشان نرسم المومنت الموديفايد او الديس بلايز بين المومنت. لو تفعنا المومنت المقصوب بيأثر فين بالزبط? عند اسيخ الحديد. احنا هنعمل ايه? هنرسم المومنت الاصلي اللي بيأثر على السنتالاين. وبعد كده ناخده نشافته مسافة افقية بوينت سري دي. طب اشافته يمين ولا شمال? زي ما قلنا بنشوف الماكسموم فين ونشافت ده نحيا دي شمال وده نحيا دي مين? يعني مسلا مسال. لو انا كان عندي كاميرا طبعا فيها مومنت ناجتف ومومنت بوصف. مفروض كاميرا زي دي دلوقتي. مش مفروض فيها حديد هيتحط هنا تحت. وحديد هيتحط هنا فوق. طيب عايزين نرسم اللي بيأثر على الحديد اللي تحت والحديد اللي فوق. زي ما قلنا مومنت اللي قدامي ده ده بيأثر فين عند بس. طيب نعمل ايه? اول حاجة نحدد فينه نقطة الماكسموم. فكرني كده. احنا قلنا في عشان اجيب اكبر نقطة بعمل ايه? بجيب الارستو بتاعي وابتدي انزل احطه ايه موازل الديتم وانزل بالراحة كده لحد من حد فين نقطة الماكسموم. ومن النقطة دي هنعمل ايه زي ما اتفقنا? زي ما قلنا انت هتيجي عندنا على الكيرف من الناحية دي ناحية الشمال نشافته افقي قد ايه? بوين سري دي. خب بالك يعني المسافة دي بوين سري دي ومسافة دي كمان كام بوين سري دي. ومن ناحية التانية اتفقنا نشافته برضو افقي بوين سري دي. يبقى المومنت اللي ترسم بلا زرق ده خب بالك ده اللي مفروض بيأثر عندنا فين? عند اسياح الحديد اللي تحت. طب ملحوظة بسيطة كده. هو ليه عندنا في الحتة دي بالزبط? اللي بيأثر عند السنتا لاين? قد البر المومنت اللي بيأثر على اسياح الحديد. لان زي ما قلنا في المنطقة دي زا اتمنى الشرخ كم درجة? تسعين درجة. فالمنطقة ينتيني يبقى عليهم نفس المومنت. طيب تعرف ترسم البن المومنت اللي بيأثر على اسياح الحديد اللي فوق. فكنا قلنا فوق النقطة الماكسموم موجودة فين? موجودة هنا فوق على طول. يبقى بالنسبة للكيرف ده. والكيرف ده كيرفين دول زي ما قلنا هنعمل فيهم ايه? هنشفتهم عندنا شمال ويمين كل واحد فيهم مسافة افقية قد ايه? يبقى انا كده خد بالك عارفت ارسم المنطقة اللي تحت دي. اللي بلا زرق ده ده اللي بيأثر درجة على سيخ الحديد اللي تحت. طب اللي بلا زرق فوق ده تفنى تفنى بين المنطقة اللي بيأثر على سيخ الحديد اللي فوق وبرضو كالعادة. المنطقة دي ليل اتنين دي هم ليل مومنت سينتة لانو الحديد لهم نفس المومنت تقريبا. انا عشان منطقة دي زود من الشرخ في حدود كم درجة? تسعين درجة.